السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في فيديو جديد على قناتنا تعرفنا سابقا على طريقة لتحميل تكستيرات من موقع أوسورة خارجية بديلة لمكتبة الميغا سكان فقد استعملنا موقع تكستير هافن لتحميل التكستير بعد تحميل الملف وفك الضغط نجد الملفات بالشكل التالي لعمل أمبورت لهذا التكستير إلى داخل برنامج الميكسر هناك طريقتين الطريقة الأولى هي بوضع كل هذه الملفات داخل ملف واحد وإعطائه اسم متل سند وان في هذه الحالة لأن تكستير الخاص الذي قمنا بتحميله عبارة عن سند أو رم ثم عمل نسخ لهذا الملف بالضغط على Ctrl-C ثم الذهب إلى المسار التالي MyDocument Megascans Library ثم Custom ثم Surface ثم عمل Ctrl-V في هذا المكان للملف أما الطريقة الثانية فهي من خلال برنامج الميكسر فبعد فتح البرنامج نضغط على New Mix من هنا نترك هذه الإعدادات كما هي حاليا لا تهمنا نضغط على OK ثم نتوجه إلى Library أمورت Custom Surface ثم نضغط على أي خانة من هنا من هذه الخانات نختار مثلا Diffuse ثم نبحث عن مصار الملفات التي قمنا بتحميلها ثم نبحث داخل هذه الملفات عن الاسم الذي يشبه اسم الخانة التي اخترناها فمثلا في حالتنا اخترنا Diffuse نبحث هنا عن ملف الذي يحمل اسم Diffuse ثم نضغط عليه ضغطة ننتظر قليلا ثم نضغط على Next ثم نضغط على Next ثم تأتينا مقائمة تالية هنا في Name نختار اسم للتكستر وليكن Send01 هنا في هذا الخيار نضغط قيمة 2 في الكاتيجوري نبحث عن الصنف الخاص بالتكستر وان لم يتوفر نضيفه من هنا من خلال الضغط على New كاتيجوري ثم نعطي اسم الصنف وليكن Send ثم نضغط على OK هذا الخيار نتركه كما هو بالنسبة للتكز يمكن اضافة كلمات مفتاحية للوصول لهذا التكستر بسهولة لكن نحن هنا لا يهمنا هذا الخيار ثم نضغط على Import ننصدر قليلا اذا هكذا نكون قد عملنا Import للتكستر بشكل ناجح نتوجه الان الى Local Library فنجد ان التكستر الذي قمنا بعمله Import قد اضيفه الى مكتبتنا وهو جاهز للاستعمال اذا كان هذا ما لدينا في هذا الدرس نلقاكم في قادم الدرس بحول الله دمتم في رعاية الله وحفظه سلام